لكل زعيم كلمة سر باسورد إذا قالها تصير أزمة أو تنحل أزمة ينهد تحالف أو ينبني تحالف وكلمة السر هالأيام هي شلع قلع أي شلع قلع اللي كررها زعيم التيار قبل يومين وهو ينتقد التحالف الوطني ويدعوه حتى يفكر بأسباب رفض المرجعية العليا استقبال وفدة مقتضى الصدر طالب بتغيير وجوه التحالف شلع قلع وهي الوجوه لازم تتغير سياسة الخاصة والعامة وربط بين الشلع قلع وبين رفض المرجعية استقباله وكأنه مقياس مجاح التحالف أو عدمه هو رضا المرجعية وهي الفكرة حاسمة راح نأجلها لآخر التقرير هسا خلونا باللي صار اللي صار أنه حامد الخفاف المتحدث باسم السستاني وضح أنه المرجعية تحمل الكتل السياسية المسؤولية أمام الشعب بإعلان تفاصيل التسوية وما تشوف أكو مصلحة بزجها في هذا المشروع موقف واضح وينطيك انطباع أنه استستاني دقي المسمار الأخير بتابوت التسوية وهنا لزم مقتدى بسمار لاخ ودقي بتابوت التحالف اللي متبني التسوية لكن ويا دقة البسمار أكو ذهن سأل كتلة الأحرار أنت يا كتلتنا العزيزة عضو بالتحالف لو طلعت منك جايت ماشي لنبض الشارع بتصريحات زعيمك لو هذا موقف مبدئي وتترتب علي مواقف ضروري تعلنيها ومنها مثلاً إعلان الخروج من التحالف رسمياً زين يا سيد مقتدى يا بعد روحتي من المقصود بالدعوة لوقف التدخلات الحزبية والميليشياوية بعمل الحكومة ودعم الجيش العراقي والقوات الأمنية والمجاهدين بما يحفظ للدولة هيبتها وقوتها من المقصود رئيس الوقت الأعلى اللي راح للنجف لو مصداق الأخوة الأعداء اللي استقبلها خامنئي أول البارحة ليش ما تحتيها بالقلم العريض وبالأسماء مو بس هاي زعيم التيار أضاف أن الخلافات لازم تنبذ والصدامات الطائفية تنترك وهذا ما يصير من خلال التسوية السياسية المجهولة إنما من خلال توحيد الصف المجتمعي أفكار حلوة بس تعال خاف نتعامل وياها بالتحليل وثاني يوم زعيم التيار يتراجع عنها ويشطبها مثل ما شطب شعار الشلع قلع بأيام التظاهرات والتعديل الوزاري تتذكرون طبعاً من قال لازم التغيير الوزاري يكون شامل وشلع قلع وبالشافعات يلا قدر العبادي يرضي المرة الموضوع غير شكل ويبدو أن أحداث السنة اللي مضت غيرت هواية من ستراتيجية الصدر وكذلك العبادي وخلتهم يلقون نفسهم بوسط الطريق وواحد يقل للثاني ايه هاي هي أخوية مصيرنا واحد وخصومنا واحد هنا نرجع لستراتيجية اللي خطرت ببال بعض المحللين وأهم ما بها أنه الصدر والاعبادي ممكن يستبقون الأحداث بتكوين حلف يربط قوة جماهيرية ضخمة بقوة مخملية مرضي عنها إقليمياً وامريكياً وصار إلهر إسمال سياسي من انتصارات 2016 على داعش مو شرط يطبون انتخابات سوى لكن أكيد ممكن ينسقون المواقف قبل انتخابات القادمة ووراها وضع من هذا التحالف هو موقف المرجعية من التحالف الآخر والقرينة قالها الصدر نفسه بقصد أم بغير قصد قال أنه المرجعية المفروض هي خيمة التحالف والممثل الأكبر للشعب وبالتالي من ترفض لقاء وفد التحالف معناها رفض الشعب لقيادات هذا التحالف ما معناه أنه أنتوا فقدتوا شرعيتكم وإحنا وإياكم بانتظار موقف المرجعية من عدنا إحنا الواحد ممكن يفكر بغير منبول ويباوع على المصادفة العجيبة تحفظ المرجعية على التسوية ورفض زيار إلها وعدم حماسة العبادة زين هل من المعقول أنه الطابقات الثلاثة اللي لازم يقعد عليها للجدر الجديد بدان يتوضحان معقولة أكو برحم الأحداث تحالف آخر ممكن يولد وأطرافهم العبادي زايداً التيار الصدري والعباءة الشرعية هي مرجعية السستاني ما أكو شي مستبعد كل شي ممكن بهالزمن والشلع قلع مثل الطماطئ ترهم بكل الأكلات موسيقى